هل لبن الأمهات المجفف يحرم به ما يحرم من الرضاع من اللبن السائل وما حكم الدين في بنك اللبن اللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المردع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك لأن الأصل عدمه وعليه إذا خلط لبن من نساء متعدلات غير متعينات ورضع منه طفل هل يثبت به التحريم أو لا لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم وكان العلماء في حكمه فريقين الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال لا يجوز إرضاع الأطفال منه لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدري والفريق الثاني لم يجد سبباً للمنع والحكم بالحرمة لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين وعند الجهل لا تثبت الحرمة وإن كان من الورع تبتعاد عنه هذا وقد صدرت فتوى رسمية من مفتي مصر ستة الف وتسعمية تنافة وستين بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم وجاء في هذه الفتوى ما نص إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقاً جافاً لا يعود سائلاً بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته وهو مقدار يزيد على حج اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غارباً عليه وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعاً بسناوله في هذه الحالة وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف تخريجاً على قواعدهم والله أعلم